اليوم لما نشوفوا أي شخص قدامنا أول شيء الفتنة فيه هو ابتسامته ولأن اليوم أصبح المظهر جزء مهم جدا من شخصية الشخص فلازم كلنا نتعلموا كيف نتحصلوا على هذه الابتسامة الرائعة عشان هيك في حلقة اليوم حيكون معانا الدكتور كامل تومة ماجستير في زراعة الأسنان والفكين أكيد الدكتور كامل تومة نورتنا اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور طبعا الابتسامة أصبحت ممكن شيء مهم جدا أصبحوا الناس مهتمين بموضوع نظافة الفم والأسنان وترتيب الأسنان وغيرها ودائما نسمع في موضوع زراعة الأسنان ولكن الناس العادية اللي قاعدين يتفرج علينا اليوم أو يسمعوا بهذا الموضوع مش كلهم عارفين شمعنا كلمة زراعة الأسنان فاشن هي زراعة الأسنان وأم تنلجأوا لهذه العملية مبدئيا زراعة الأسنان فينا نعبر عنها بكلمة بسيطة هي تعويض جزء مفقود من الفم تعويض جزء مفقود من الأسنان لهيك تم اختراع عبارة عن برغي مصنوع عن مادة تيتانيوم اللي جسم الإنسان بيتقبلها هذا البرغي بنحض في مكان الفراغ اللي المريض عنده فقط بالأسنان في هذا المكان مكان السن المفقود اللجأ إليها لحتى نعود عن الطرق التقليدية والقديمة اللي كان يلجأ إليها والهي الجسر كيف كانت هذه الطرق؟ اللي هي أنه أنت عندك فقط بمكان معين بالأسنان أنت مضطر تحفر السن لقبل الفراغ والسن لبعد الفراغ عشان تربط بيناتهم بقطعة واحدة اللي هي جسر يحاكي شكل الأسنان ويحاكي وظيفة الأسنان وكان موضوع ما فيه شي تأثيرات جانبية يعني عادي ممكن هاي الأسنان بحالات كتير تكون أسنان سليمة وبالتالي أنت مضطر تحفرها ومضطر أنت ممكن تقتل العصب طبعا أو تعمل شيء بنسميه معالجة لبية أو سحب عصب لهذا السن وبالتالي أنت موت السن يعني بتضعف السن الصحيحة كانت تماما لهيك نحن اليوم وصلنا للطرق الحديثة بزراعة الأسنان أنه نحن نعود عن هذا الخسارة اللي ممكن نصير بأنه نحن نزرع بين هاي السنين من دون ما نضطر أنه نحفر أو نأذي هاي الأسنان يعني بنزرعه سن سن تماما بالنسبة للموضوع البرغي اللي تكلمت عليه أو هذا الشيء اللي بيتبت السن بيتقبل الجسم ما يديرش أي ريأكشن ضده وما يصيرش فيه أي التهابات هو بالحالات الطبيعية 98% من 94% إلى 98% حالات جدا ناجحة حالات زرعة جدا من تقبل الجسم إلا بعض الحالات اللي ممكن يصير فيه مضاعفات تتعلق بسير العمل الجراحي تتعلق بالأمراض الممكن المريض يعاني منها تتعلق بكل ظروف المحيطة أثناء العمل الجراحي يعني بالبداية من بداية العمل الجراحي لازم يكون كل الآلات معقمة كل الأدوات معقمة الفم معقم الصحة الفموية للمريض جيدة كتير حالات بيجي المريض بيجي المريض لعنا صحة الفموية سيئة جدا بيقولك أنا رايد أزرع في خمس أيام وأسافر يعني يطلب في موقع سريع فأنت بالبداية أنت بحاجة أنك تعمل إعادة تأهيل للفم تنظيف اللثة إذا في بعاني من الالتهابات لازم أنت تنتهي منها بالبداية وبعدين تلجأ لموضوع زرع الإسلام وتغطيها بالأنتيبيوتك قبل تماما في حالات لازم تغطيها بالأنتيبيوتك وتكمل بعد الزرع وفي حالات بعد العملية مباشرة بيأخذ دوس خمس أو سبع أيام عشان ما يصير أي التهابات مضاعف ويز